ورحب معي في السوديو بالأستاذ محمد أبو الفضل الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أهلاً وسهلاً أستاذ محمد في ضوء التصويت الأخير على مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة هذا المشروع الذي أفشلته الولايات المتحدة باستخدام الفيتوم هل يمكن أن نفكر هل يمكن أن نتوقع أن تحولاً ما ربما سيجري في المشهد الدولي لصالح الفلسطينيين خاصة وأن حليفة الولايات المتحدة بريطانيا امتنعت عن التصويت أعتقد بالفعل هناك نوع من أنواع التحول النسبي في المشهد الدولي من الحرب أو من دعب إسرائيل بمعنى أدقي كانت النسبة تفوق إلى 95% منذ بداية الحرب لصالح إسرائيل اليوم أنا أعتقد أنها تراجعت بشكل كبير جداً بل أصبحت إلى صالح الفلسطينيين فيما يتعلق بهذا المشروع القرار الذي تم إجهاده أخيراً أنا أعتقد في مجموعة كبيرة جداً من الدلالات الدلالة الأولى أن سكرتير عام الأمم المتحدة جوتيرش هو الذي طالب مجلس الأمن بإعقاد الوقف الإطلاع النار في غزة وهذه واحدة من المرات النادرة في تاريخ الأمم المتحدة التي يتم استخدام المادة 99 في هذا التوقيت ناهيكة عن أن تصريحات جوتيرش بشكل عام أنا أعتقد فيها نوع من أنواع التأييد المباشر لوقف إطلاق النار وإضاحة إلى أي درجة أن إسرائيل تقوم بانتهاكات بشع في حق الشعب الفلسطيني النقطة الأخرى اللافتة أيضاً هي تصويت فرنسا فرنسا من الدول الأساسية المعروفة أنها كانت تؤيد الحرب على غزة هناك نوع من أنواع التراجع إذا راقبنا موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سنجد أن هناك قدراً واضحاً من التغيير في الموقف الفرنسي ربما لا ينعكس بشكل مباشر على تحركات ملموسة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب لكن التصويت لصالح هذا القرار في هذه المرة أنا أعتقد أن هذا موقف جيد في هذه اللحظات امتناع بريطانيا هو نوع من أنواع توزيع الأدوار في تقدير ما بين الولايات المتحدة لأن إذا كانت لن تصوت بالطبع لصالح القرار وقف إطلاق النار ولن تمتنع حتى لا تبدو في كفة واحدة أو سلة واحدة مع الولايات المتحدة وإن كانت هي بالفعل في سلة واحدة معها لكن يمكن القول بأنها نوع من أنواع توزيع الأدوار بين الجانبين أعتقد أن ما تمخذ عنه هذا القرار الذي تم إجهاضه بالفيديو الأمريكي أكد أن هناك مساعي إقليمية ودولية خاصة للقرار أو مشروع القرار قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة ولقيا إلى حد كبير دعم من قبل قوى إقليمية ودولية بشكل كبير ربما تكون هذه المرة وراء هذا القرار لكن أعتقد أن هناك مرات مقبلة يمكن أن يحصل بتقديل خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض إلى ضغوط شعبية وضغوط سياسية أيضا الخطاب الأمريكي نفسه ربما لم يتغير بشكل عملي وبشكل ملموس من الحرب لكنه هناك على الأقل في بعض التصريحات يمكن القول أنها تحاول أن تحفظ ماء الوجه الأمريكي نعم هذه التصريحات لم تتحول أو لم يتم بالورطة في تحركات محددة في متعلقة بوقف الحرب أو على الأقل التوصل إلى هدنة قريبا لكنها في النهاية تبين أن هناك درجة من درجات عدم التماهي مع المقف الإسرائيلي على الأقل ظاهريا لكن إذا أتينا بشكل عملية سنجد أن هناك دعم أمريكيين صارخا دعم عسكريا وتدفق للمعدات العسكرية ودعم السياسي ظهر التجليات في مجلس الأمن في القرار الأخير طيب كنا نتحدث قبل قليل مع زميرنا مراسل الغد في واشنطن وأشار في رسالته إلى الحوار التلفزيوني الذي أدل به بلينكين وزير الخارجية لأحدى المحطات التلفزة الأمريكية قال في هذا الحوار يجب أن يعقب العمليات العسكرية الإسرائيلية سلام راسق ومستدام يؤدي إلى دولة فلسطينية هكذا قال بلينكين طيب ما مفهوم هذه الدولة بالنسبة للأمريكيين الآن لهذه الإدارة على الأقل والله أنا بداية التصرحات الأمريكية والتصرحات الإسرائيلية أشعر بكم عالي جدا من البلاها آسف من البلاها السياسية أو عدم الفهم أو عدم الوعي أو عدم الإدراك لكثير جدا من الأمور هناك إزدواجية وتناقضات فجة يعني هو يتحدث عن دولة فلسطينية في الهواء الطلق وهو قبل أن يتحدث عن هدنة أو يتحدث عن وقف إطلاق النار أو يحدد المسئولية الجنائية للدولة التي يوميا تنتهك حرمات وحقوق الفلسطينيين وما إلى ذلك ثم يقفز مرة أخرى إلى مسألة الدولة وأنا أعتقد أن هذه نوع من أنواع التسكين للصوت العربي أو للدول العربية التي تنغط على الولايات المتحدة الأمريكية بحكم هناك قدر عالي جدا من المصالح المتشابكة ما بين الجانبين وحال الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول أننا نؤيد حل السياسي للدولتين كيف من أين وكيف سيكون هذا الحل السياسي ونحن أمام مشهد في غاية الخطورة الانتهاكات تمارس في كل ساعة وفي كل دقيقة هناك أكثر من عشر أطفال كل دقيقة أنا أعتقد أن يمكن أن يكون حتفهم على هذه المجازر الإسرائيلية هناك إحصائيات كبيرة جدا في هذا السياق كلها تدين الموقف الإسرائيل قبل أن تتحدث سنوات المتحدة الأمريكية عن هذه المسألة أنا أعتقد أن تأخذ مواقف حدية من العدوان الإسرائيل هناك نقطة أخرى أنا أعتقد أن جاءت في هذا الحوار قالها بلينكين وهو طالب حماس بالإستسلام يعني كيف يطالب حركة مقاومة بالإستسلام في هذه اللحظات المصرية والمفصلية البلاها هنا أنه لا يجد قراءة الشخصية العربية أو الشخصية الفلسطينية أو الشخصية المقاومة تحديدا هو لا يعلم تماما أن هناك عقيدة يتم الدخول بها هذه الحرب وهذه العقيدة يعني لا يمكن أن تقبل أي نوع من أنواع المساومة في هذه اللحظات يمكن ترجمة مطالبة لحماس بالإستسلام بأنه لا يعتبر أن الفلسطينيين تحت الاحتلال لا يعتبر أن غزة أرض محتلة إذا ما اعتبر ذلك فسوف يعني يؤمن بأن هناك مقاومة لهذا الاحتلال هذه واحدة أيضا من التناقضات لأن في خطاب سابق لبايدن وبلينكين وأعتقد أستن وزير الدفاع الأمريكي يتحدثون عن عدم التهجير القصري يتحدثون عن عدم بقاء إسرائيل في قطاع غزة فترة طويلة يتحدثون عن عدم عودة الاحتلال أو التواجد الإسرائيلي لتحكم في قطاع غزة مرة أخرى وبالتالي إذا أجاز التعبير هو يتحدث عن عدم احتلال فهو الأولى أن يتحدث مع المحتل أن يرفع أي أرى أن يكف عدوانه هو يتحدث مع المحتل ويمده بالأسلحة يمده بالضبط ما هذه التناقضات أو الشيزوفرينية السياسية الكبيرة التي وقعت فيها الأمريكي في هذه الحر أنا أعتقدها ستنال كثيرا من سمعتها السياسية وستنال من رصيد السياسي الذي يمكن أن تكون قدرة كاملة عبر عقود من السنوات الماضية وستعطي الفرصة لمنوهيها ومنافسيها على المصرح الدولي للاحتلال مراكز متقدمة في المنطق ومع ذلك أستاذ محمد هناك من يرى في التصرحات الأخيرة للقادة الأمريكيين وهم يطالبون أو يدعون دعنا نستخدم المصرحات بشكل أفضل يطالبون ويدعون الإسرائيليين بأن يتجنبوا قتل المدنيين يعني هذه الإشارات ربما رأى فيها البعض إشارات ربما إجنبية نوعا ما هذه أيضا مفارقة أخرى يعني كيف يتمدون بالأسلحة وكيف تشجعهم على اكتساس حماس من جزورها وهي موجودة في أماكن مختلفة في غزة وتتهمونها أنها تتخذ سواتر للمدنيين وما إلى ذلك ثم تقضفون وتحاربون وتقومون بكل هذه الأعمال وتريدون الإبقاء على حياة المدنيين من النساء والأطفال وما إلى ذلك هناك يعني أنا لا أعلم هل هم يراجعون قطبهم السياسي أم هم يريدون يعني التشويش بشكل عام تشويش السياسي في المنطقة وعلى بعض البدهيات السياسية التي يتم استخدامها من قبلهم هم يريدون بالطبع التغطية على أعمال إسرائيل الوحشية لكن لا يقومون بالطريقة الجاهدة أو بالطريقة المناسبة حتى هذه يعني رأي تصريحات المتحدث العسكري المتحدث باسم جيش الإسرائيلي قبل قليل يتحدث عن يعني المشهد المفزع فيما يتعلق بمواطنين مدنيين في غزة تم خلق شبع وراء آه شبع وراء ويقول أننا كنا نفتش عن هل لديهم متفجرات أم لا يعني أي ملها سياسية أنا أعتقد أن الكثير من المشاهد التي تم بثها أو الخطاب السياسي بشكل عام سوى الأمريكي أو الإسرائيلي كشف لأي درجة أن هؤلاء لا يجودون قراءة المشهد ولا يجودون قراءة الرأي العام بشكل جيد أو تقديم على الأقل الصورة حماس بالرغم قدراتها البشرية والمالية المتواضعة لكنها تفوقت في مشاهد الصور والفيديوهات على إسرائيل بكل ما تملكه من آلة إعلامية جبارة وبكل ما تملكه من مساندة من وسائل الإعلام الغربية الأخرى ومع ذلك إذا أردت أن تشاهد رد فعل المواطن العربي وليس الفلسطيني فقط ستجد أن هناك تعاطفا كبيرا مع المقاومة على الأقل لصمودها لقدرتها على بث صور حية وملموسة من الميدان إسرائيل لم تقدم حتى هذه اللحظة دليلا واحدا الدليل الوحيد الذي حاولت أن تقدمه هو فيما يتعلق بأسلحة قالت أنها وجدتها تحت مجمع الشفاء تبين لحقا أنها مزيفة أو غير حقيقة أو غير دقيقة وغير مقنعة نعم طيب كثلون توقفوا عند نقطة يعني اعتبروها مهمة جدا كان هناك وفدا وزاريا عربيا إسلاميا إلى واشنطن للقاء مع بلينكين بلينكين أخر هذا اللقاء وهذا الاجتماع إلى ما بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي أجهض مشروع القرار عفوا الذي أجهض بفيتو أمريكي هل يترجم ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تدعم بدون النظر إلى أي ضغوط ربما من المجتمع الدولي حتى من وسائل الأعلام من رأي العام العالمي ستظل تدعم إسرائيل إلى النهاية بالطبع يعني بداية يعني الوفد الوزاري العربي الإسلامي هو تمخض وقام هذا الوفد بجولة شاملة الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة أيضا هذه المعاملة أنا أعتقد أنها يعني فيها قادر من عدم اليقة الدبلوماسية إن إجازة تعبير لكن هو أراد أن يتجنب الحرك لأنه هو متأكد أنه سيتم الحديث عن وقف إطلاق النار وسيتم الحديث عن مشروع القرار قبل إصداره سيكون الموقف غير إيجابي لا هناك مشهد آخر أنا أعتقد في المؤتمر الصحفي الذي عقده وحضره وزراء الخارجية أو المندبين ووزير الخارجية الفلسطيني رادمالك لم يخول له الحديث لأن هناك فيتو على تأشيرته مشروطة بعدم الحديث الوسائل الإعلام وهنا تحدث وزير خارجية السعودي الشيخ محمد بن فرحان نيابة عنه رغم أن السؤال كان موجها لوزير الخارجية الفلسطيني وهذه واحدة أيضا من المفارقات والتنقضات الأمريكية التي يمكن أن نشاهدها في هذه الحرب والتي كشفت عن كثير من المدلولات والمعايير السياسية التي كنا نخدع فيها على الأقل في الخطاب الأمريكي في فترات سابقة نقطة طبعا جديدة بالتوقف عندها واشنطن بوست تقول وتنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الإدارة الأمريكية إدارة بايدن لا تجري تقييما في الوقت الحالي لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب يعني هناك خطاب مزدوج أيضا أو حلقة جديدة في مسلسل الخطابات المزدوجة للمسؤولين الأمريكيين يقول بعضهم من جهة أنه يجب أن تتوقفوا الحذر وأن لا يسقط مدنيون في هذا القصف الواشنطن بوست تنقل عن مسؤولين أمريكيين أنه واشنطن لا تجري تقييما في الوقت الراهل لالتزام إسرائيل بقوانين الحرب كيف يمكن أن نقرأ ذلك؟ أنا أعتقد أنها تجري تقييما لكنها لا تطبقه لأنه يعني إذا أردنا أن نضع عنوانا عريضا لتصرفات الأمريكية في هذه الحرب فهو العنوان الإزدواجية أو التناقض أو عدم الفهم أو آسف مرة أخرى البلاها السياسية إنجاز التعبير في هذا السياق الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لأن كل مشاهد لمجرات الحرب يستطيع أن يستشف بسهولة ويتأكد أيضا أن هناك خرقات في حق المدنيين وأن لا توجد احترام للقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية في كل ما تقوم به إسرائيل في غزة أعتقد أن هناك محاولة الآن أو بالأمس تم تقديم طلب لمجلس التعادل الأوروبي من قبل بلجيكا وأسبانيا ومالطا وأيدلندا بمناقشة مسألة وقف إطلاق النار أو الهدنة في غزة وأعتقد أن هناك اتماع في 14 و15 ديسمبر الحالي سيتم إدراج هذه المسألة لا أعلم لأي درجة يمكن أن يتغير موقف الأوروبي بعيدا عن هذه الدول الأربعة لأي درجة يمكن أن تتخذ مواقف مباشرة ومواقف مفصلية في مسألة الحرب على غزة هنا أنا أعتقد إذا حصل النوع من أنواع التغير سيكون الموقف الأمريكي في مأذق شديد أو حرك على الأقل مع حلفاء الأوروبيين هناك حالة من حالات التفسخ أو التفتت أو التباعد النسبي ما بين بعض دول الاتحاد الأوروبي في المواقف من هذه الحرب وهذه الحرب كانت كاشفة لكثير جدا من مواقف القوى الدولية التي تعتقد أنها تحاول أو تريد وضع بصمات فيما يتعلق بتشوية سياسية حقيقية الولايات المتحدة الأمريكية رائدة هذه المسألة وقعت في كثير جدا من الفخاخ السياسية التي أظهرت على أنها غير جديرة وغير رائدة في هذه المسألة أعتقد في كل تصرفاتها السياسية للتعامل مع الحرب أذهب إلى صحيفة رصينة أخرى في الولايات المتحدة نيويورك تايمز كشفت عن تعرض منشآت عسكرية أمريكية للهجمات هجمات بطائرات مصيرة وصواريخ أكثر من ثمانين هجوما تعرضت لها منشآت عسكرية أمريكية في العراق والسوريا هنا الصحيفة تحذر من إمكانية أن تتحول الحرب في غزة إلى حرب إقليمية أو صراع أكبر في الشرق الأوسط هل تشارك هذه الصحيفة ذلك الخوف أو تلك الخشية؟ هذا الخوف أو الخشية كانت أو طرحت منذ اليوم الأول لتفجر الصراع أنا أعتقد وأن يحدث ما يقرب من ثمانين اعتداء أو هجوء على مصالح أمريكية أو قواعد أمريكية في العراق وفي سوريا لكن المردود أو المعنى أو النتيجة الملموسة تقريبا لا شيء بالمعنى الحقيقي لا توجد وفيات بشرية من القوات الأمريكية الموجودة هنا أو هنا ربما تكون وقع بعض الإصابات وتالي هنا يحلنا إلى استنتاج في تقديري أن هذه العمليات هي عمليات دعائية أكثر منها مادية ملموسة لأن إذا أردت أن توجع الولايات المتحدة الأمريكية في قواعدها إذا أرادت هذه القوات أو هذه الجامعات التابعة إلى إيران بشكل علن وواضح إذا أرادت أن توجع الولايات المتحدة الأمريكية فتستطيع لكن عليها أنها تتحسب أنها ستتلقى أيضا ضربات أخرى لا يمكن أن الولايات الأمريكية تتلقى ضربات قاسمة أو وعرة ويمكن أن تصمت على كل هذه الدرمة يعني هو كأن الطرفين يعني متفقان على قواعد للعبة قواعد لعبة أو قواعد اشتباك كما هو حادث الآن فيما يتعلق بحزب الله وإسرائيل أعتقد أنه رغم كل أو التساعد النسبي إلى حد كبير في الأيام الماضية لكنه لدى لأمول زمن أو مرتبطاً بضوابط معينة لم يخرج عنها أي من الطرفين دربة مقابل دربة أو ما إلى ذلك يعني شيء ما يمكن تشبيهه بالتفاهمات الضمنية ما بين الطرفين لأن كلاهما لا يريد أن يصل إلى المرحلة التي يمكن أن نفجر فيها الصراع من غزة ويخرج عن السيطرة وتتحول إلى الفوضى إقليمية لا الولايات المتحدة ولا لبنان ولا حتى حزب الله ولا إيران ولا إسرائيل بالطبع وإن كان ناتنياهو لديه بعض الهناد فيما يتعلق بمحاولة توسيع أطر الصراع لأسباب سيسية أو في لحظات معينة وبهذا الخصوص القناة الرابعة عشر قناة أربعة عشر الإسرائيل تقول أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تفيد أنه من الممكن أن تتحول إسرائيل من القتال في الجنوب إلى القتال في الشمال ضد حزب الله أيضا قوات اليونيفيل تقول احتمالات حدوث خطأ بالتقدير قد يؤدي لنزاع أوسع على حدود لبنان وإسرائيل يعني هذه التطورات وهذه التقارير هل تؤدي إلى تغيير في المشهد في هذه الجبهة؟ ولا كما تفضلت حضرتك قبل قليل أن الحفاظ على قواعد الاشتباكة وقواعد اللعبة كما هي هي في مصلحة الطرفين أعتقد هذا الأقرب إلى التقديرات العملية أو الموضوعية يعني وفقا للمشهد الذي رأيناه من بداية الحرب حتى هذه اللحظة هناك نوع من أنواع التوافق أو التفاهم الضمني ما بين أطراف عديدة في هذه المسألة لكن هو بالفعل هناك حرب أو اشتباك ما بين حزب الله وما بين إسرائيل وهناك قوات إسرائيلية تتلقى ضربات من حين إلى آخر وهناك مواقع لحزب الله وربما كمان قرى مدنية تعرضت إلى انتهاكات من قبل إسرائيل في فترات سابقة أو خلال الأيام الماضية هذه المحادثات الرئيسية لمسألة الصراع تحاول أن تضبطه في النطاق أو في الحيز الحالي لكن بالفعل نتيجة الوجود أكثر من قوة أو تشابكات وحسابات معينة يمكن أن يحدث خطأ في التقدير وأنا أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى تصريحاته المهمة كان أشار بشكل مباشر أن يمكن أن تتغير محدد الصراع في أي لحظة معينة لأن الاجتباكات الحالية عرضة أن يطلق قنبلة أو تطلق مسيارة من هنا أو هناك فيتم إساعة الفهم فيتم الرد ويمكن أن يتسعى من الطاق أعتقد أن المسألة يحاولون لملماتها أو عدم توسيحها على الأقل هناك صواريخ تطلق أو طائرات مسيارة تطلق من قبل الحوثيين في اليمن وهناك احتجاز لعدد من السفن التابعة لإسرائيل وغيرها وبالأمس الحوثي أعلن بأنه سيمنع جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل يعني هذا الخطاب في جانب منه عاطفي دعائي أو دعائي يعني أنت تعلم موقع الحوثيين في الخريطة السياسية في المنطقة هناك علامات استفهام كثيرة جدا على وجودهم وهناك خلافات داخلية في اليمن لم يتم حسمها وهناك اتفاقيات سياسية معينة لم يتم تطبيقها بشكل كامل وهناك حكومة في الشمال وحكومة في الجنوب وما إلى ذلك هناك فجوات كبيرة الحوثيون يحاولون استغلال هذا الظرف العربي الإسلامي العطفي إلى حد كبير للقفز لتحقيق مكاسب سياسية في لحظة مفصلية بالنسبة لكاسب نقاط سياسية أعتقد يعني حتى هذه اللحظة مغازلة الشعوب مغازلة الداخل حتى اليمن يدعنا نقاط وهم نجحوا إلى حد كبير في هذه المسألة استطاعوا أن يكسبوا تعاطف الفلسطينيين على الأقل يعني لو أنت تابعت المتحدث باسم كتاب عز الدين القسام كان يتحدث بشكل مباشر عن إشادة لم يشيد بأي دولة أخرى أو جهة بقدم أشادة بموقف الحوثيين هذه المشاعر الفياضة يعني إذا قسناها بشكل عملي أنا أعتقد أنها لا تفيد القادة الفلسطينية بشكل عملي ويمكن أن تثير شبهات لكنها لن تكون مؤثرة بطريقة حقيقة خاصة أن كل المسايرة التي أطلقت على تل أبيب على إيلات أو على مناطق إسرائيلية لم تصب أهدافا بشكل مباشر أو غالبيته تم اعتراضها سواء من قبل سفن أمريكية أو فرقاتة فرنسية بالأمس ومع ذلك يعني البعض يتساءل طيب ما سر هذا الفزع في بعض التقديرات التي تحذر من تحول البحر الأحمر إلى ساحة صراع البحر الأحمر طول عمره ساحة من ساحات الصراعات المفترضة أو المحتملة نعود إلى الحرب في الصومال منذ الحرب في الصومال في بداية التسينات ثم الانفصال الحصل في اليمن ثم الحرب الثانية في اليمن قبل سنوات قليلة ثم الآن الحرب في غزة التي كانت تبدو في كل مراتها الخمس مرات السابقة كانت ساحة البحر الأحمر تكاد تكون بعيدة عن هذه المسألة ولم نسمع لذكر لا حوسيين ولا غيره الآن هناك قوة بالفعل موجودة في هذه المنطقة رغم المزايا المعنوية التي يمكن أن يكون حققها الحوسيين لكنها يمكن أن تكون لها عواقب مادية على الأقل لأن ليس هناك استداب فقط لمصالح الإسرائيل لمصالح الإسرائيل لديهم مصالح مع قوة كبرى وأمن البحر الأحمر أنا أعتقد أنها لا يخص لا إسرائيل ولا مصر ولا اليمن ولا للولايات المتحدة يخص مجموعة كبيرة جدا من القوى الدولية وهناك بالفعل قوات أنا أعتقد على مشارف البحر الأحمر من ناحية الجنوب في خليج عدن وأيضا في باب المندب أو ما بعد باب المندب هناك أنا أعتقد أن مصر من المصالح الأساسية أنها تحافظ على هذا الممر المائي لأنه المنفذ الرئيسي لقناة السويد إذا حدث أي اشتباك أو قلق أو تعطف في هذه المنطقة أعتقد أنها يمكن أن تتغير مجموعة كبيرة جدا من الحوامل التي تقوم عليها الحرب في هذه اللحظة طيب دعني أتحول إلى نقطة أخرى وزاوية أخرى في نفس السياق يا أستاذ محمد اليوم في منتدى الدوحة كانت هناك تصريحات قوية لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان يتحدث عن أن مسألة رغبة إسرائيل في تنفيذ سياسة التهجير أو تفريغ لقطاع غزة من سكانه مسألة أصبحت واضحة للعيان الأردن قلق جدا مصر قلقة جدا من هذه القضية لأن هذه القضية تمس الأمن القومي لكل البلدين للأردن ولمصر الآن على الحدود المصرية يعني في محافظة رفح أكثر من مليون نازح من مناطق الشمال الشمال قطاع غزة إلى هذه المناطق ماذا لو استمر القتال أكثر وأكثر وبالأمس كان نتنياهو يتحدث مع بايدل ويقول له بأن القتال في خان يونس ذكر خان يونس بالحق الإسم سيستمر لشهر اليوم يتحدث عن أنه شهرين على الأقل يعني كيف يمكن تخيل المشهد طبعا مصر والأردن حددوا موقفهم في هذه المسألة مبكرة وأنا أعتقد أن هناك إجراءات اتخاذاتها مصر قبل اندلاع هذه الحرب بما يؤكد أن إسرائيل لن تستطيع القيام بهذه الخطوة لكن هذه الخطوة هي بالفعل هي مخطط تم وضعه من قبل مزارة الاستخبارات الإسرائيلية وتم نكشف عنه قبل أو مع بداية لهذه الحرب هناك خطط يعني من خمسين سنة بالضبط إذا أتينا إلى التصريحات الأمريكية بدأ يتم التركيز على مسألة رفض التهجير القصري تمام رفض التهجير القصري لأن إسرائيل مش هتاخدهم وترحلهم مرة واحدة لكن هناك فيه تهجير طوعي في حكم قصري بمعنى أنه نزوح بالملايين أو بمئات الآلاف موجودين بالقرب المعبر رفح ويمكن أن يضطروا في لحظة معينة إلى ملازل آمن قد يجدوه لكن هذا الملازل آمن لن يكون هو سيناء وأنا أعتقد أن هناك محددات واضحة بالنسبة للقيادة المصرية تحدثت عنها مرارة أنا أخشى ما أخشى هو سياسة قبل الرواقع ومن هنا أنا أعتقد أن هناك اتصالات دبلوماسية على مستوى عالي من قبل الحكومة المصرية والحكومة الأردنية لأن هناك أيضا بالفعل هناك حفلة أو يعني وليمة من قبل المستوطنين على المواطنين في الضفة الغربية بالتبط فهؤلاء المستهدفين لترحيلهم إلى الأردن والآخرين في غازة المستهدفين إلى ترحيلهم إلى مصر وهذا يتناقض مع الحديث عن دولة فلسطينية الحديث عن مواقف صارمة من قبل الوقت التحدي الأمريكية شكلا تجاه إسرائيل لابد أن تكون هناك مواقف عملية وإن كانت هناك بعض التصريحات الإسرائيلية بالأمس على ما أعتقد فيها قدر من اليونة المباشرة لم تكن معهودة فيما يتعلق بمسألة التهجير كان يتم إنكار هذه المسألة إطلاقا لكن هناك أحاديث حول رفض أو عدم القيام بهذه منها أنا في تقديري هي نتيجة نتيجة ضغوط مصرية أمريكية خاصة أن هناك تلمحات مصرية بأن هذه المسألة يمكن أن تزعج السلامة بين مصر وإسرائيل ويمكن أن تكون لها عواقب لن ترضي إسرائيل بالطبع أعتقد هذا الموضوع أو هذا الملف تم منقشه على جهانب مختلفة وتم رفضه بشكل أو بآخر لكن أخشى ما أخشى هو الواقع العمل الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لا أحد يتوقعها الواقع العملي يعني تقصد أنه نتيجة ممارسات الإسرائيلية والإنلاكات نعم أنه مصر لا تستطيع أن تمنع دخول إنسانيا إنسانيا يعني في لحظة معينة أنت ستكون مخير ما بين الرفض وما بين القبول في الحالتين هناك موقف حرك دعنا نعود مرة أخرى إلى حديث تصريحات الإسرائيلية السابقة فيما يتعلق بأن طالبوا من الفلسطينيين الهجرة من الشمال إلى الجنوب كمنطقة ملاز آمن وكمنطقة بعيدة عن الانتهاكات وبعيدة عن المرحقات والمجاز الإسرائيلية ثم الآن تم الاقتراب من هذه المسألة إلى أين سيفر الفلسطينيون أنا أعتقد أن هذه واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه مصر وتواجه الأردن وربما تواجه المجتمع الدولي إذا أراد سلاما في المنطقة لأن الخروج عن الخطوط الحمراء التي وضعتها القيادة المصرية في هذه المسألة يمكن أن يزعج الأمن والسلم في المنطقة وبالتأكيد حضرتك على اطلاع بأن هناك رسائل قوية توجه من القيادة المصرية لإسرائيل في هذا القصوص صحيح؟ صحيح؟ وأيضاً الأردن وهذا ما أعشرت إليه أن هناك رد مختلف من قبل إسرائيل ورد مختلف سابق من قبل الأمريكية وإن كان غير مقنع بشكل كبير لأن أخشى ما أخشى الواقع العمل هو الذي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة غير مرجوة من قبل مصر أنا أعتقد أو على الأقل تضحى في تحدي ما بين مفارقتين مفارقة الرفض ومفارقة القبول أحلى هما مروا أنا أعتقد يعني وهناك رفض مبدئي من قبل الرئيس السنة ومن قبل المؤسسة العسكرية المصرية ومن قبل الشعب المصري أنا أعتقد في هذه المسألة لأنه لا أحد يقبلها وأنا أعتقد أنها كانت معروضة على قيدات سابق هناك من يراهن على أن المسألة قد تدخل في باب الأخلاق والعدات والتقاليد وأنه يعني الدم واحد وأنه لا تستطيع يعني قوات مصرية أنها تمنع دخول الفلسطينيين هاربين من الموت أعتقد أن هذه المسألة صحيح هذا الجانب الذي أشرته لي لكن نحن نتجاهل صمود الشعب الفلسطيني ورفض لهذه المسألة يعني هناك تصريحات لمواطنين عادين ليس لهم علاقة بحماس أو بفتح أو بأي من قوى المقاومة الأخرى مواقفهم صارمة فيما يتعلق بتمسكهم بأرضهم أنا أعتقد أن هذا العنصر هو مفصلي في هذه القضية بمعنى أن الزجب الفلسطينيين عنوة أو قهرا أو تحت ضغوط الحاجة الإنسانية يمكن أن يكون هناك كابح أو رادع من قبل الفلسطينيين أنفسهم أنت تعلم أن هناك مئات الآلاف موجودين في غزة وفي شمال غزة شمال القطاع الذي تحدثت في إسرائيل قبل الهدنة الأخيرة التي تم إفشالها لاحقا على أنها متواجدة في شمال القطاع ومسيطرة عليه تماما ثم فوجينا أن هناك عشرات الآلاف موجودين في شمال غزة ومئات الآلاف موجودين في غزة ومثلهم موجودين طبعا في الجنوب أو أكثر أعتقد أن هذه الخريطة الجيوسياسية الفلسطينية تبين لنا إلى أي درجة يمكن أن يكون هناك زحزحة بالقوة أو بالإنسانية أو بأي من الوسائل الأخرى العامل الحاسم أو المحدد الحاسم هنا هو تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه لأنه لا يريد القيام أو حدوث نجبة ثانية بعد نجبة 48 لأن تقريبا نفس السيناريات فيما يتعلق بالمخططات والتهجير والضغط والقصر وما إلا ذلك شكرا جزيلا لك الكاتب الصحف الأستاذ محمد أبو الفضل مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة